لا تنسى دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولايك للفيديو إذا عجبكم السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم مشاهدي قناة فوائد منوعة جمعة متقبلة إن شاء الله اليوم أقدم لكم وصفة طبيعية بامتياز ومجربة لعلاج التلاؤم العظام تجبر العظام أو الكسر كما أنها تقوي العظام لأن فيها كمية هائلة من الكالسيوم وأيضا مثل التلبين النبوية مكونات هذه الوصفة وهي القمح القمح اللين المحمص مع التمر مع بودرة التمر أو التمر مطحون طريقة تحذير الوصفة نقوم أولا باختيار أجود نوع من القمح اللين بعد ذلك نقوم بتحميسه ونقوم بطحنه حتى يصبح على شكل بودرة بعد ذلك نقوم بتنقية التمر التمر يعني النوع الجاف نقوم بنزع النواة الداخلية بعد ذلك نقوم بتجفيفه ونقوم بتحنه حتى يصبح على شكل بودرة نخلط المكونات مع بعض حتى تصبح هكذا على شكل بودرة يعني لا نحتاج إلى السكر عند تحذير الوصفة لا تحتاج إلى السكر لأن فيها التمر كما أننا نحتاج إلى زيت الزيتون الحر أو الأصلي تناول هذه الوصفة يكون صباحا مع الفطور يعني مع القهوة قهوة الصباح وفي المساء نعطيها أيضا للأطفال يعني تساعد على النمو وعلى يعني تقوم بتقوية العظام للأطفال بنسبة عالية أفضل من الحليب كما أنها أيضا تساعد على التخلص من الابتئاب يعني هذه مجربة مئة بالمئة نسميها في منطقتنا الروينة يعني الروينة إن شاء الله قد أفدكم لا تنسوا وضع أكبر عدد من اللايكات لهذا الفيديو لكي ينتشروا ويستفيدوا من جميع الناس ولا تنسوا الاشتراك في القناة والتفعيل زر الجرس جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته